هوش عادي مش هتسبنا بجد ولا انا عايز بصعر وفي واحد قاعد فاضي غالبا في الدنيا هو مش فاضي قوي لان هو طبعا دي مهمته اللي بيتكسب منها وبياخد منها فلوس وبقاعد جنبيه كده شوية عيال يعني بعضه من التفه اللي زي حالاته متأمرين يعني عندهم من الحقارة والوضع مخزوني كاف في العالم كله طمعه فيه لنفسهم بس حقيقي حقيقي مستوى انا بس عايز قبلها الاخ اللي بطلع الشائعات مستوىك نزل قوي قوي يعني مستوى بقى اي كلام بقى يعني كان زمان الشائع ايه بتعودوا كده تفكروا وتمخمخوا ازاها تطلعوا الهارية بتاعكو ده دلوقتي بقت الشائعات حتى الابداع فقدتوه ليه نحلل بقى اللقمة يعني يشوف انت بتقبض من فين عشان تقف قدامهم كده مايبقاش شكلك هزق تيجي تقولوا يا جماعة يجي مثلا مديرك يجيقولك يوسف هزقك طب ليه ليه لا نفعش نبذل جهد اكبر نعود نفكر طب والله لدي ما اقولكو الشائع جماعة عشان بس تشوف المسألة وسطة لحد فيه قالك يا جماعة عمال الديليفري عمال الديليفري عاملين اضراب علشان عايزين يزودوا فلوسهم عمال الديليفري عاملين اضراب علشان يزودوا فلوسهم من مين يعني لما يبقى فيه حد بيشتغل انه بيوصل الطلبات ايا كان نوعها ايه علاقة ده بانه يضرب عن العمل في وجه الدولة اهو مش موظف في الدولة اصلا يعني مش لازم نقعد نفكر نفكر بس شوية كده يعني حاجة بسيطة شيء من التفكير ده الدولة اعلقتها بيه فيقولك ما هو اضراف واحدة من الشركات حتى لو افترضنا انا مالي طيب تلاتة هو انت عارف ان مفيش حاجة اسمها سعر توصيل الطلبات يعني مباجيش اقول مثلا والله يا عمال الديليفري انت هتاخد مثلا تلاتة جنيه مفيش حاجة اسمها كده بالمناسبة اذا حضرتك بتطلب شيء ما من اي حتة في الدنيا ايا كان المنتج ايه فبتلاقي مكتوب سعر الحاجة مثلا ان انت طالب بقالة فقادي اسعار سعر البقالة طالب ربع كزا نص كزا تمن كزا الى اخر وفي الاخر خالص بيقولك ايه توصيل رقم ما هنفترض انه عشرة جنيه حلو طيب العشرة جنيه دي مناصفة ما بين محل البقالة واخوية اللي بيشتغل في توصيل الطلب فبيبقى خمسة وخمسة حلو كده طيب اذا هو مفيش حاجة اسمها ارفعولنا السعر لانه هو سعر التوصيل علي وعليك يعني انا صاحب الشركة انا صاحب محل البقالة انا صاحب الصيدلية انا محل العجلاتي ايا كان هو السعر ده علي وعليك ولي وليك فاكبر مصلحة لاي شركة في الدنيا اي محل اي كشك انه يرفع اجرة التوصيل هو مش خسران حاجة هو هيخدها من الزبون اللي زي حالاتي فلو جي النهاردة قالك وجل الله والله التوصيل بدل عشرة جنيه هنخليه اتناشر هو كسبان بالمناسبة فمش هينفع صديقي العزيز عمل الديليفري يروح يعترض يقوله انتو لازم ترفعه انتو واكلين عرقنا وشقانا لان هو مصلحته انو يرفع التوصيل بالمناسبة لانه لو كان بعشرة جنيه فايبقى خمسة وخمسة طب ولو اتناشر ستة وستة يبقى انا كمحل كشركة انا كمان كسبان انا ميت فل واربعتاشر طيب الشائعة بدء تنتشر على الفيسبوك دي بالذات ما ينفعش تنتشر يعني شائعة سكة قوي قوي وتفهى الى ابعد الحدود طيب الدخلية في الحاجات اللي زي كده هنا بتتكلم عليه ما اسألت بقى لا ده اضراب وناس وفئات وبتاع فلازم تفهم فالدخلية عملت ايه بالتأكيد تبينت او الاول تتأكد وتفحص وتتبين وتبدأ تشوف هو في الشركة دي فين ده الشركة دي مكانها في المكان الفلاني اللي احنا هنروح ونشوف الشركة ونقابل مديرها او اذا كان ده فرع فاحنا هنقابل مدير الفرع الحقيقة الناس في الدخلية راحوا ملقوش حاجة خالص مش اي حاجة يعني مش مثلا راحوا ولقوا الولاد وقفين هناك وبعدين قدروا ان هما يعملوا تسوية او مصالحة ما بينهم وما بين الشركة لا هما ملقوش حاجة مش مثلا راحوا فالولاد لما شافوا الدخلية موجودة فقالوا خلاص يا جماعة احنا هنروح لا هما راحوا ملقوش حاجة خالص وبطبيعة الحال برضو هو انت عمرك بتروح اي مطعم في الدنيا او اي محل مأكلات في الدنيا او اي حد بيوصل طلبات للمنتج بتاع بيوصل طلبات بتاعته للمنازل او للشركات او الاخ 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 عمرك بتلاقي قدامه فاضي ولا لازم بتلاقي الموتسيكلات والفسبات والعجل بتاع اخواتنا عمال الديريفري اللي بيبقوا واقفين طول الوقت علشان خاطر يستلم الطلب اول باول يوصله سيادتك اول باول موضة طبيعي تيجي تقولي اصلا كان فيه عمال واقفين اه ما فيه لازم فيه انا شابة فاللوطة تيجي يقولك ايه على فكرة انا كنت معدي في شارع مش عارف ايه وبعدين شارع بوبوس وبعدين لقيت فعلا مجموعة من العمال بتاع موظفين الديريفري او عمال الديريفري وقفين بجد؟ لقيتم وقفين قدام المطرم ايه الحدث ده؟ يخرب عقلك انت اوادي الشقاوة دي